وللحديث حول مخطط عمل الحكومة وأهم ما جاء فيه معي في البلاطو كل من سيدة سعاد الاخضاري رئيسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أهلا بك شكرا لحضورك معنا كذلك معي في البلاطو الأستاذ هواريتي غرصي نائب بالمجلس الشعبي الوطني وكذلك معه الاقتصادي أهلا بك أستاذنا سيدنا بارك الله فيك العفو كذلك معي في البلاطو مصطفى برزام الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي شكرا على السيداغ العفو أبدأ معك هواريتي غرصي لو نبدأ بتقييم عام لمخطط تعامل الحكومة في الغالب وصفه نواب البرلمان بالمخطط الطموح مخطط متكامل لكن ربما سجلوا بعض النقاط منها ربما تحديد أجل تنفيذ هذا المخطط بشكل عام وكذلك بما جاء فيه يعني فيه تساؤلات حول الجانب المالي والمادي لتمويل هذا المخطط على أرض الواقع على العموم أنتم كانوا في البرلمان ما تقييمكم بشكل عام لما جاء في هذا المخطط من خمس فصول يعني مخطط طويل عريض عبر 77 صفحة مخطط يأتي ضمن سياسة دعم سياسة دعم الاجتماعي وكذلك في مسعى لإعادة بعض النشاط اقتصادي والحركي الاقتصادية في البلاد شكرا سلام عليكم ونرحب خاصة بالزملاء وخاصة سيدها رئيس لجنة الشؤون القرنية والأستاذ طبعا المحترم فقط أنه نقول المخطط بشكل عام يحمل استراتيجية تنموية مهمة جدا في تقريبا كل القطاعات في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي وطبعا خاصة في الجانب الاجتماعي المهم ويحكي خاصة بالاجتماع الاقتصاد أكيد لأنه نحكي على خاصة نرفع القدرة الشرائية المواطن من خلال سواء من خلال إعادة النظرة في سلم الأجور والحد الأدنى لاجر وكذلك بالنسبة لي طبعا نرفع ضريبة على الدخل نحوها مواشرة وكذلك أنه فيما يخص سكانات ولكن حتى في الجانب الاقتصادي يحكي على إصلاح مهم جدا في الجانب الاقتصادي ويحكي في الجانب وحد آخر أنه نظرة مستقبلية خاصة في المنظومة التعليمية ودورها في المراحل الجاية وقدرة طبعا التغيير فيها وكذلك يحكي على الاقتصاد الرقمي وكذلك يحكي على اقتصاد المعرفة هذا اللي يخصنا خصنا أنه لازم نفكر بمنطق وحد آخر أنه طبعا المادة لا تخلق ثروة الفكر هو اللي يخلق ثروة لما نشوف إحنا اقتصاديين نقوله دايما أنه المتغير الواحد اللي يبقى يمكن أن يتغير هو العنصر البشري طبعا فكار جميلة جدا ولكن انتقادنا كان موجهة تقريبا تقريبا جانب تقني فقط لأنه تقريبا خمس نقاط اللي نذكرها بسرعة الهدف مش موجود بشكل طبعا مدقق نقطة ثانية الميكانيزمات مش موجودة بشكل بير النقطة الثالثة والتمويل وحتى نجاوبها رح نجاوبك عليه النقطة ربعة الأجال لتعهد المشروع لأنه لاحظنا لداخل المشروع هل هو سنوي أو لمدة خمس سنوات ليتماشا مع العهداء أو ليتشفنا أرقام 30 و 35 هذه الإشكال اللي كان عندنا هل هو برنامج وممكن نطرح الأفكار اللي موجودة كذلك ثم حاجة أحد أخرى الأرقام والمؤشيرات غير موجودة تقريبا من فيها التقرير وسيد رئيس والوزير الأول يقول أنه هذا طبعا مش مو خطة تنموي هذا فكر طبعا موجود في المراحل هذه ولكن نقول حاجة أنه الهدف المرجوة خاصة من لازم تظهر في الفكر الهدف المرجوة حابين يوصلوا إلى معدلات كذا حابين يوصلوا إلى معدل تنمية كذا إلى معدلات كذا حاجة ثانية يحكي على الآليات والآليات غير موجودة لما نعرفه أنه أي مشروع لازم تكون عنده آليات وكيف يمكن تطبيق هذا المشروع ولكن من جل ما نحكي الوزير الأول قال أنه الاجتماع القادم بالولاد سيضبط هذه الآليات كان أكبر من الولاد كان مشكل أكبر لما نحكي على الإصلاح الجبائي تقريبا عندنا سيد وزير المالية في الحقيقة أنه تقريبا 14 سنة هو في القطاع هذا ولا تحسين في الجانب هذا لا معنى أنه ما هي الآليات اللي يمكن تعطيها بعد 14 أنه ما قدرش تسمد لنا وثم يمكن أن تكون عندك آليات فقط أنه الجانب المالي باختصار في الجانب المالي قال أنه يمكن أنه الخاصة منها طبعا بالنسبة للضرعب والنقطة الثانية بالنسبة طبعا النوافذ لموجودة طبعا الإسلامية وأول مرة يحكي على الصرفة الإسلامية وهذا مهم جدا أنه كانت عندنا عقدة في الجانب هذا ويحكي خاصة نقطة الثالثة الأموال الكبيرة الموجودة في السوق الموازية ما هي الميكانيزمة سنقول للميكانيزمة كيف يمكن أن تكون عندك ميكانيزمة وأخيرا الأجال غير مهمة على الأقل الجاوب قال هذا عهدة خمسية بين فيما يخص الأجال ولكن لموجود الداخل طبعا 2030 و2035 وكذلك مهم جدا نعطي أهم المؤشرات ونعطي كذلك حوصلة بالنسبة لي طبعا كل ما عدى وكل ما كان سابقا باش نقدر ننتقل لأنه نقول كان كنا في كذا وراح ننتقل إلى كذا إلا ما عندهش منحكيش على الماضي ونحتبره طبعا الماضي غير موجود تقريبا تماما نقول لك أنه الفكرة خاطئة يجب أنه نصحح ما هو موجود في الماضي ثم ننتقل طبعا إلى المستقبل لكن معلنش فيه طرف آخر يقول لك أنه يعني الحكومة جدت في وقت قصير اللي ما كانش عندها الوقت الكافي باش تحدد هذه الأهداف يعني وتحشر نفسها في توقيت زمني معين ومن بعد ما تقدشت نفذه يعني يطلب وقت لتحديد ربما جدول زمني لتنفيذ هذا المخطط لأنه حتى المخطط مخطط كبير جدا نحكي عن نسبة نمو نسبة نمو تضاهي 6% وحنا في الوضع الاقتصادي الحالي يعني لازم لك شوية وقت باش ربما تحدد هذه الأليات وهذه الجدول الزمني تنفيذ برنامج خاصة الأليات خاصة ومن خلال مراقبة في القانون المالي ونقول أن كانت عالنا فرصة لنواب ونظر نشكر نواب بكثرة لأنه شفنا مستوى رقي تقريبا في كل القطاعات كنت نحن نطرح هذا السؤال على الأستاذ مصطفى بورزا معليش نخليه نخليه ليا يعني بشكل عام مثل ما قال سهوى ذي تغرسي أستاذ مصطفى بورزا ما شفنا هذه الحركية يعني كان فيه انتقادات للبرلمان بشكل عام وأداءه تعامل مع الحكومة خصوصا لما نناقش يعني مخطط كبير ويهم يعني التنمية في البلاد مثل مخطط عمل الحكومة حسينا بتلك الحركية فيه تجاذبات فيه نقاشات حتى حادة فيه يعني التدقيق حتى في الأهم ما جاء في بنود هذه المخطط المالية شوف أنه البرلمان اليوم ونواب البرلمان وصيهوا لتغرسي معنا أنا من بكري أنا عندك هك يعني حاولوا فعلا هذه المرة تسجيل حضور فعلي وقوي ويكون عندهم لمسة في هذه المخطط أظن أنه دمنا نتكلم عن البرلمان تكلم عن قبل ذلك عن جزائر الجديدة التي منحت الفرصة أو سوف تمنح الفرصة لكل من يوجد في البرلمان أو خارج البرلمان لكي يدلي بدلوه في قضية التنمية وفي قضية الخروج من هذه الأزمة الركود الاقتصادي الذي عشناها تقريبا لمدة من 22 فبري حالها يعني التنمية في البلد شأن عام يعني خصنا كلنا كجزيرية أكيد ربما الرقم الوحيد الذي أثار انتباهي هو مليون وحدة سكنية في أربع سنة أما الكلام الآخر كله كلام عام كلام كما ذكر رئيس الحكومة هو سياسة عامة ولكن نحن نعرف أنه عندما تضع سياسة عامة يجب أن يكون هناك فريق متكامل من أجل أن يضع رؤية ربما رؤية ثلث مستويت كما نتكلم عنها قصيرة المدى متوسط المدى وبيئة المدى نحن الآن أمام ما يسمى الرؤية قصيرة المدى لأنه عشنا ركود اقتصادي هناك ضغوطات تلاحظ أنه في كل الولايات هناك مشاكل على مستوى المحلي إما على مستوى الولاية أو على مستوى الضائرة أو حتى على مستوى البلدية وهي المؤسسة الصغيرة للدولة وبالتالي رؤية الرئيس الحكومة أو الحكومة بشكل عام حول كيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية لأنه ركزوا على هذه النقطتين وكذلك النقطة الثالثة وهو التنمية البشرية أو ما يسمى العامل البشري الذي هو يخلق الثروة وهذه رؤية التي يجب أن يتبنها أو تتبنها كل أو يتبنها كل مسؤول في الجزائر الجديدة الشيء الآخر الذي ربما نتكلم عنه هل نحل أو عندنا نخب عندنا إطارات ما شاء الله ولكن عند تطبيق برنامج الحكومة على أرض الواقع يجب أن يكون هناك رجال حقيقي لكي يطبقوا هذا البرنامج لكي يشرحوا للناس ماذا سوف نكون بعد عام بعد عامين بعد ثلث سنوات لأنه هناك احتقان على مستوى المحلية أو على مستوى المواطنين ويجب الآن أن نفهم المواطن أنه هذه مرحلة هي مرحلة تحضيرية هذه النقطة أستاذ مصطفى بوزامة أشار لها بعض النواب في البرنامج في مسعى لإعادة هذه الثقة بين المواطن اليوم وأسسة الدولة هذه الثقة لن تكون إلا بالاستجابة لانشغالات المواطن اليوم مواطن لما يحس في حياته اليومية أنه فيه مؤسسة في الدولة تسعى لتلبية حاجياته اليومية أكيد ستعود هذه الثقة أكيد شوف أنا دائما منذ يعني منذ وجودي في البلاتوات هنا أتكلم عن بناء الثقة ما بين المواطن وما بين السلطة أو ما بين من يحكمون وهذا الشيء أساسي جدا والمواطن لا يمكن له أن تبني الثقة هكذا بالكلام منتع كما قال الرئيس الحكومة نحن حكومة حكومة أفعال ونحن حكومة أقوال نحن حكومة مصارحة وإلى غير ذلك الآن المواطن يجب أن يلمس هذه الأشياء يلمسها في تصرفاته نعطيك مثال لو وجد مثلا في بلدية من البلدية هناك فساد المواطن لا يمكن أن يثق في السلطة أو يثق في الدولة إلا إذا عوقب من أفسد ومن كذا الشيء الثاني هناك يتكلم على رفع القدرة الشرائية هذا يجب أن يتجسد على أرض الواقع لكي يستطيع المواطن أن يبدأ في الثقة بالسلطة وهذا الشيء يعني يجب أن يكون هناك رجال حقيقيون يقفون على أرض الواقع لأنه تدرك أن الجزائر هي عبارة عن قارة هناك ولايات ربما لم تأخذ نصيبها من التنبية المحدية والآن علينا الآن أن نقسم الثروة تقسيما عادلا لكي يأخذ كل مواطن حقه من التنمية ونتكلم كذلك عن شيء مهم جدا جاء بيها الحكومة وهو قضية التعليم وهو شيء أساسي جدا وشيء مهم جدا وهي كل الدول التي تطورت هي بدأت بالتعليم ونتكلم هنا عن المدرسة وعن الأطول الثلاثة في المدرسة وكذلك نتكلم عن الجامعة اليوم أصبحت ربما لا محل لها من الإعراب ويجب أن يكون لها محل من الإعراب من أجل أن تنتج الإطارات التي تكون أو يكون لها محل في الاقتصاد أي بمعنى أنه يجب أن ننتج إطارات لا يمكن أن نتحدث سيمسطافا عن اقتصاد المعرفات دون أن نتحدث عن جامعة تنتج فكر اليوم جامعة تنتج أبحاث وتضخ هذه الأبحاث في سبيل تنشيط هذا الاقتصاد شوف الاقتصاد اليوم يعني في السنوات الماضية كانت كبرى الشركة في العالم شركة بترولية أكيد شركة طاقة ونفط اليوم أكبر رأس مال في العالم وهو التي غرصي أدرى بعض النقطة هي شركة معرفة نشوف ميكروسوف شوف شركة سوشال ميديا شوف لأنه الآن المعلومة تباع تباع بأموال طائلة لو تلاحظ إلى مثلا تشوف جوجل مثلا ماذا يعني مداخله في مدة سنة يعني شيء رهيب جدا هي مجموعة من الدول ربما المتطورة تكون يعني يدخل أكثر من 700 مليار دولار في السنة وبالتالي الآن علينا أن نتوجه إلى هذا النوع من الاقتصاد الاقتصاد المعرفة ولكن ولكن يجب أن نحضر له لا يجب أن نذهب إليه هكذا وانتهى لأنه فيه استراتيجي لأنه وضع استراتيجيات حقيقية الآن استراتيجيات تروية حقيقية نشاء الله نشوفوا أنت أستاذ جامع إن شاء الله نشوفوا هذه المخابر اليوم المخابر الموجودة في المختلف معاهد الجماعات الجزائرية تعاود ترجع نشاطها وبحيويتها وإن شاء الله يعني نشوفوا تلك الأبحاث اللي تفيدنا حناك لكن هذه مربوط شوف أخي مولود هو مربوط بماذا لأنه ما تنتجه الجماعية يجب أن يكون موازن لما يوجد في الاقتصاد لأنك أنت الآن تعتمد على التمويل الريعي للاقتصاد يجب أن تكون هناك اقتصاد منتج وتفتح الاستثمار وهذه المؤسسات تصبح تتعاون مع ما تنتجه المخابر في الجماعات إن شاء الله نشوفوا هذا في السبيع القادمة نروح لك أستاذ سعاد الإخداري أستاذ لجنة الشؤون القانونية بالبولمان نسمح لناها ربما خليناها الأخيرة نعطيها حصة كبيرة في النقاش أهم ما سجلته حول مخطط عمل الحكومة بسفتك رئيسة لجنة الشؤون القانونية وبسفتك كذلك كنت حاضرة في هذا النقاش الذي وصف النقاش كنثري بين النواب البرلمان وبين حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد أهم النقاط التي سجلتها وكذلك هل أنت مع ما ذهب إليه النواب وسهواري التغاصري أنه يجب تحديد كذلك ميكانيزمات وجدول زمانية تنفيذ هذا المخطط أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشكر قناة النهار على استضافتي لأحيطكم علما وكل الضيوف وكل المشاهدين للي شوفونا هذه أول استضافة لي في أول قناة من جميع القانوات الجزائي سواء كانت أمومية خاصة هذا بعد نضال 32 سنة باشتعرف بلي أن الإعلام ليس دائما منصف ربما شفنا في مرحلة الحراك عدة نشاطات سياسية لم نكن نراهم أستاذ سعاد أبواب النهار دائما مفتوحة لجميع بدون استثناء أولا قبل ما نتكلم على مخطط عامل الحكومة إليس محلي الوقت أنا أعرج على أن هذا المخطط هو ناتج أو نتج عن شيء الذي نعتز به كجزائريين بعد نجاحنا في الانتخابات الرئاسية لو لم تكن انتخابات رئاسية وخروج رئيس شرعي انتخاب عليه أغلبية الجزائريين ما كانش يكون هذا المخطط وما كانش يكون هذا الحكومة كنا في صراعات أخرى اللي الجزائر كانت على طاولة المخابر العالمية اللي كانت مقصودة ونتمنى أن تصريحاتي لا تؤول بأننا دائما هنا نضربه في الشيطة لا نحب نستعمل هذا المصطلح لهذا صادر من واقع لأني كما قال زميلي أنا لست من النواب الذين يحسبون على جهة ما أنا من 2012 وأنا أطالب بما طالب به الحيراك في 2019 منقاش يكون موضوعي فيما يخص هذا المخطط أنا تمنيت أن الحوار يكون متسلسل عبر المحاور الخمسة لأن كل محور فيه تقريب 29 باب لكي يتضح لنا باش نوصله للمخطط حتى في مشاهد أستاذ سعاد الخداري يعني المشاهد اليوم يهتم في كل هذا يهتم بما يعني بحياته اليومية يهتم بالجانب الاجتماعي وش يضيف لي وش يستنم المواطن اليوم في الجزائر ما الذي سيقدمه هذا البرنامج في حياته ما الذي سيضيفه في حياته اليومية من جانب اجتماع من جانب اقتصال خلق مناصب العمل تحسين القدرة الشرائية اليوم التي تدهور اليوم بعد يوم نشوفه في أول باب من هذا المخطط من أجل جمهورية جديدة نابعة من تطلعات شعبية لو نحلوا هذا المحور نجدوا فيه إجابة لكل ما طالب به الشباب في الهبة السلمية العالمية لذكروا فيها كل انشغالات الشباب الجزائرين المواطن الجزائري أو الشاب الجزائري ما يبحث؟ يبحث على السكن على عمل على خدمة صحية على مستوى من التعليم الراقي كل هذه الأمور تضمنها هذا المخطط أنا أختلف نوعا ما مع زميلي وأحترمه أو قدره وجله سيغرسي في أن هذا المخطط لم يكون ملم بتواريخ وآجال لأن صرح رئيس الأول للحكومة أن هذا ليس هو برنامج تنوبي الوزير الأول إنما هو وثيقة للسياسة العامة بطبيعة الحالة أنا لا أظن أن رئيس الجمهورية يغفل عن تحضير كل ما يمكن تحضيره لتطبيق هذا البرنامج وفعلا سيكون على مدى خمس سنوات على مدى العهدة ولا نستطيع أن نقول أن سنحقق كل هذا البرنامج في مدة قصيرة الإنسان أو المواطن الجزائري لازم يتعقل يعرف بلني أن هذه الجزائر دولة عامقة عندها عدة أولويات نبدأ بالأولويات ومنها ما يخص قلنا وطرعكم كذلك سنوات من البركور طرعكم سنوات الكلمة الوحيدة التي نحب أن نقولها في هذا المنبر أني لما صفحت هذا الوثيقة لم أجد شيء أن يغيب عن المواطن الجزائري شيء واحد وطلبتك اقتراح لوزير العدل داخل قبة البرلمان هو سن مشروع قانون يسمح للإدارة أو للدولة الجزائرية استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج لأن بهذه الأموال نستطيع تغطية جزء كبير من تكاليف هذا المخطط يعني لو تكون فيه قواني لأن حتى العدالة الآن رأي عاجزة عنها لأنها قبل في الدستور القديم لا يوجد آليات تسمح باسترجاع هذه الأموال ونضم حتى الوزير الأول وجه خطاب البارحة داخل قبة البرلمان للسيد وزير العدل في إيجاد هذه الآليات القانونية لأنها ستفك لأننا نرجع لهذه الناس الفاسدين لنهبوا الجزائر وخربوها مثائدتي أن يبقى 20 سنة في السجننا أنا أرجع للأموال التي رأي خرجها في الخارج نقش فيها شعب الجزائري نشوف إن شاء الله في قديم الأيام فيما يخص بالنقطة التي ذكرتها الأستاذ ربما أن الأموال اللي في الخارج ربما نحن مربطون باتفاقيات دولية وكذلك ولا يمكن لنا أن نأتي بهذه الأموال هكذا وانتهى لأن هناك بعض الدول ما عندناش اتفاقيات معها ولبالتالي نرجع إلى ما يسمى الأمم المتحدة وهذا العمل سوف يكون طويل وبشأن استرجاع سمسطفى الأموال المنهوبة قال الوزير الأول أن اتفاقية المتحدة المكافحة للفساد التي وقعت عليها الجزائر تشكل الأدات القانونية لاسترجاع الأموال للمهربة أوضح أن التجارب الدولية أثبتت أنه لابد من وقت لتحقيقها يعني لازم نكون كذلك وقال أنه ذلك وفقاً إلى ثلاث شروط إثبات الأملاك والأصد المتأتية من الفساد وتوفر منطوق الأحكام النهائية وجود اتفاقية القضائية المساعدة بين البلدان أنا حبيت نركز على أهم ما جاء في هذا البرنامج لما نقوله سيتي غرسي من جانب الاقتصادي من جانب المالي لما نقوله مخطط عمل الحكومة ونقوله مليون وحدة سكنية على مدار هذه الأربع سنوات القادمة والأولوية فيها لذوي الدخل الضعيف المتوسط ضمن هذه الوحدات السكنية الجديدة نتحدث كذلك على تنشيط الاقتصاد اليوم المهمة الصعبة خلق مناصب عمل استقطاب الاستثمارات الأجنبية أن نثبت كذلك للأجانب أنه اليوم فيه انطلاق اقتصادية جديدة فيه مناخ اقتصادي جديد إصلاح المالي منسيوش الإصلاح المالي وانت كنت تحدثت على نقطة السيرفة الإسلامية يعني كيف يمكن للحكومة في خضم كل هذه التحديات أن تنجح في تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع والله السؤال مهم جدا ولكن نقولك أنه ما عندناش تمويل كبير خاصة وما عندناش إمكانية كبيرة في المراحل وما قلنتنا مع المشروع ولكن الجواب نقولك وش عندنا عنا نحتاج إلى المراحل الجاية إلى تطوير فكر معين فكر موجود خاصة في قطاع التعليم العالي والذي كان موجود خاصة هنا في المراحل الشروع أنه في الجزير طبعا أنه طالب خاصة في الجامعة يجب أن يحمل المشروع مهم جدا مشروع منتج هنا جينا نفكر في أمور واحدة أخرى يعاد الناظر طبعا في الخريطة طبعا البيداغوجية من تربياء إلى التعليم العالي إلى طبعا الثانوية هنا نفكر أنه هنا موجود كذلك كنت تكفير فكر موجود نتمنى تطبيق التعومانتا تحويل خاصة التخصصات اللي موجودة في الجامعات من تخصصات علوم إنسانية وعلوم اقتصادية واللي كثير في بعض الحالة لا يمكن أن تخلق ثروها بطريقة مباشرة ويمكن أن يتخلقها بطريقة غير مباشرة إلى تخصصات تكنولوجية يمكن أن تعطي له أكثر فرصة بش يكون يندمش المجتمع والطالب لما يخرج من الجامعة تكون عنده فكرة مهمة جدا فيما يخص عنده مشروع اقتصادي أذهب مباشرة إلى السكول العملي لأنه لدينا فرصة في المراحل الجاية إشكالية كبيرة فيما يخص توظيف بعدما وظفنا 416 ألف طبعا من العقود ما قبل تشغيل في الإدارة ونجيكتنا مباشرة الإدارة لدينا مشكلة تضخم كبير وتشبه في الوظيف العمومي هذا المشكلة معنا أنه أزمة لمدة 10 سنين نقول لك المراحل الجاية اسمح لي أخي تيغرسي هذا هو اللي لازم تغيير ذهنية المواطن جزائر يعني العمل ليس دائما في الوظيف العمومي أو في الشركة البترولية عنا قطاعات مثل الفلاحة والسياحة تستقطب عدد كبير الشكلة المؤسسات المتوسطة والساغيرة هذا مهم بسيطة غاصلة لأنه حتى العقلية نحن كجزائريين فكر موجود لما أعطيك مثال لما تقول أنت الأموال غير موجودة نعم الأموال غير موجودة ولكن لما تشوف الخلال من خلال خاصة قطاع السكن أرقام طبعا تحصيلية كبيرة أم تحصل منذ الاستقلال مع أنت منطقيا نحن نصدر في بعض حالة قوانين موجودة في البرلمان أنه ساكن التساهمية لمدة خمس سنوات بيحها والساكنات الاجتماعية عشر سنوات ولكن هل حضرت طبعا هذه الدواوين لبيع هذه الساكنات أموال كبيرة جدا يمكن تحصيلها ليس مليون أكثر من مليون الساكن يمكن أن تمول طبعا عن طريق هذه المؤسسات هذه فكرة أولو فكرة ثانية المهمة جدا موجودة خاصة هو الوزير الأول أشار إلى نقطة أنه تحصيل هذه الموارد المالية المتاحة للحكومة لتنشيط الحركة الاقتصادية تكمن في محاربة الفساد المالي والبيروقراطي وتفعيل نظام الجبائي هذه كذلك ملف طويل وعريض داخليا وخارجيا الجزائي ستلجأ نقطة تمويل الخارجي دون تنازل عن استيادة كذلك هذه نقطة مهمة جدا فيما يخص لوجوء الجزائي لا أوافق للحلول الترقيعية والاستدانة أنا قلت لك فكرة عن موجودة في الجزائر لو نقدر نطبق الفكر لموجود هذا الفكر التحرر لخاصة في كثير من القطاعات ممكن سنة أو سنتين حصل أموال كبيرة جدا الأموال في الجزائر كان عملية تحصيل مكاش لما تحصي على الإصلاح الضريبي تقريبا عنها إصلاح بقيمة معينة تقريبا 18% وقيمة كبيرة 82% غير محصص الصلاة لما وافقنا على النوافذ الإسلامية طبعا لبعض المنتجات الإسلامية مهمة جدا والتي طبعا نعرفون الشعب الجزائري كل يطالب بها لابادر بنك جديدة لموجودة لابادر بديال وطبعا بنك وحد داخل وعندنا عامل يوفقنا لحد اللحظة المراسيم التنفيذية لتطبيق هذه المشاريع هنا تخلينا نجو كان مشكل قانوني وحد آخر أنه كثير من القوانين وجينا البرلمان ونتحملوا بسؤولية تحا أنه هذه القوانين مهمة ولكن تخذها للتنظيم أنتها تدير الإدارة باش تدير المراسيم التنفيذية غير موجودة هنا لازم تكون عندنا لازم يكون المشروع الناضج أي مشروع لازم يجي مرفر البرلمان ونقولها البرلمانين المراحل الجاية يمجي قوانين ناضجة كاملة وطبعا المراسيم التاحة محطوطة واجدة وإلا يقبل المشروع لا نحكي على مناخ الاستمار وقانون الاستمار تاعة 2016 لحد اللي أحضران في 2020 مراسيم التنفيذية طبعا غير موجودة هذا لما تقول أنت تحصيل ويحكي كذلك خاصة على نقطة مهمة جدا سوق الموازية كبيرة في الجزائر طبعا سوق الموازية تقريبا 47% من القيمة النقدية موجودة في سوق الموازية كيف يمكن تحصيل تحصيل من خلال نقطة من النقاط المهمة جدا أنه وفد الصرفة الإسلامية في المراحل اللي جاية كيف يمكن تعامل معه ولكن عندنا إشكال قادوا النقد والقرب لازم يتعاود لأنه المنطلق المنطلق لهذه البنوك اللي موجودة المنطلق رباوي منين نجيب الأموال تاك نجيب الخزين العموية نشحل معدل فايدة أنطلق تنتبه منطق رباوي في البداية وبالتالي المنطلق جاية غير إسلامية مثلا لازم نروح لمرحلة واحدة أخرى مجموعة القوانين يحكي خاصة أنه في الترصانة في القوانين يجيب إعادة تؤمن بينها القانون التجاري الجزيرة ليس في بعض الوركين قانون عندهم مئة سنة ما تبدلش إحنا لما يجي وزير عندهم فكرة يجيب ها يبدل ولم يجي وزير وزير أخر يبدلها أنا لما من بين انتقادات لوجة الحكومة قلت أنتمنى يكون عمل تضامني عمل حكومي طبعا واحدة بالنسبة للحكومة وبداية على الأقل السيد وزير الأول يصل لما هو موجود لأنه أنا شفنا خاصة لما نسمع مثلا وزير صناعي أفكار الشخصية قبل الحكومة هي اللي سنجسدها وكذلك بالنسبة لوزير التجار يجيب أفكار الشخصية ومشكلة الحالين كلها ما تقوله هو ينطوي تحت محور الإصلاح المالي والتجديد الاقتصاد وهذا من قدرش من تقلق ومن ديروش نظام أو نموذج جديد للاقتصاد من قدرش نصر للشي نحكي الأقلية أنا أول ما قلت أنه أنا نوافق الحكومة أنا هو في البلاتو قلتها ولكن نعطي لهم فرصة ولكن وزير الأول كان عنده جرأة وشجاعة بشعطي دور البرلمان ومستوى البرلمان ومشاركة البرلمان في المراحل الجاية والتعديلات خاصة لموجودة في البرلمان كانت تقريبا نقول لك للميتين وسبعين مداخلة كان كان ميتين وسبعين رأي البرح ميتين وسبعين ملاحظة ميتين وسبعين طبعا فكر موجود هذا اللي يجب على الأقل الحكومة تسفاد خاصة من الملاحظات الموجودة هذه الملاحظات وهو الوزير قالها بصراحة أنها هذه الحكومة حكومة مصارحة ومكشفة وهذه النقاط اللي ذكرتها سهواتي غاس مهمة كذلك هذه المراجعة الاستعجالية لبعض القوانين أنه لا يمكن تجسيد مخطط في ذلك بعض القوانين قد تعرق الإنجاز هذه المخطط على أرض الواقع فمن ضرورة كذلك لفت النظر إليها لمراجعتها بشكل مستعجل سيم مصطفى بورزامة في شق سياسي يركز مخطط عمل الحكومة لتعزيز استقرية القضاء وأخلقت العمل السياسي واسترجاع هيبة الدولة ممد أهمية كذلك هذه النقاط في المرحلة الحالية لمرافقة هذا الجانب الاقتصادي المهم والجانب الاجتماعي كذلك حتى من جانب الجانب الخارج كذلك تنشيط الدبلوماسية الجزائية على الصعيد الدولي الحكومة لم تهم الجانب السياسي سواء داخليا أو حتى خارجيا في مخطط عملها أكيد عندما نتكلم عن الشق السياسي وهو بيت القصيد في الجزائر هو كان بامتياز هو المشكل الكبير جدا الذي أدى بنا إلى ما نحن اليوم نقابله ونواجهه وهو أخلقة العمل السياسي هذا الشيء الأول الشيء الثاني كيف يمكننا أن نعطيني كل واحد فرصة بأن يشارك في هذا البلد أو يشارك سياسيا في هذا البلد من خلال إعطاء تكافؤ الفرص ما بين النخط وعدم شراء الذمان تحت الطاولة مثل ما كان يعني شيء واضح يعني بشكل واضح الشيء الثاني ذهب بعيدا أخي مولود إلى ما يسمى إلى فكر مؤسسي لأنه هذه الدول التي تطورت لم تتطور هكذا وانتهى بل وضعت فكر مؤسسي من خلال أنه ليس كل من يأتي وزيرا يغير في الاستراتيجية وهذا ما يجب أن يكون يا أستاذ لأنه كل واحد يدلي بدلوه وكل واحد عنده فكرة ولكن في الأخير نحن أمام تطوير بلد بلد يجب أن يكون عنده فكر مؤسسي ويجب أن نحترم فيه القانون وهذا شيئين مهمين من خلال وضع خطة ربما الشيء الذي أستسيقه هو الذي يعني أرى فيه نية صادقة أنه قال سياسات عامة وهذا ما كان ينقصنا في الجزائر يجب وضع السياسة كيف يقولون سياسة عامة معنى أنه يجب أن تعاد هيبة مؤسسة الدولة الآن لو تلاحظ بعض المؤسسات المنظمة ما عندهش هيبة عند المواطن إلا بعض المؤسسات اللي رأي بينا الآن على القائمين على يعني على رئيس الجمهورية اللي هو يعني المسؤول الأول على البلد أن يضع استراتيجية حقيقية في كل المجال أتكلم هنا عن المجال الاقتصادي المجال الاجتماعي وأتكلم عن شيء الثالث اللي هو مهم جدا وهو الإعلام الذي ربما الدول الآن عرفت في العالم عن طريق قناة أو عن طريق سياسة إعلامية واضحة وبالتالي نحن الآن في الجزائر نزخر بعدة خيرات من بينها السياحة من بينها الفلاحة إلى غدرك لماذا حتى الجامعة اليوم كذلك أكيد لأنه شوف لا الجامعة هي النواة التي نعتمد عليها من المفروض أنه النواة التي نعتمد عليها وأنت تلاحظ تذكرت نقطة هيبة بعض المؤسسات مؤسسة الجامعة اليوم في الجزائر أعتقد أنه الورشة الأولى لاستعادة هذه الهيبة أكيد فيما صار هذا التطوير والتنشيط الآلية الاقتصادية والحركة الاقتصادية في البلد وأن نعطي للجامعة حقها وكذلك هذا النوع من إقحام في النشاط الاقتصادي اليوم الجامعة الجزائية تنتج يعني خلينا نقول يعني بطالين بشهادات علمية وبشهادات علية كيف يمكن اليوم أن ندرج وندمج هذه الجامعة في المحيطة شوف أستاذ الجانب الاقتصادي هو شيء مهم جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة من أورا اهتم بالجانب الاقتصادي لأنه هو جانب مهم جدا يستطيع امتصاص تلك البطالة من خلال ماذا؟ من خلال وضع استراتيجيات حقيقية لربما نتكلم على اقتصاد قطاعي بمعنى زونال بمعنى أنه كاي المناطق هنا تنتج القمه كاي المناطق تنتج الخضر الوفوك كاي المناطق تنتج كذا وبالتالي نضع استراتيجيات حقيقية من أجل وضع لأنه نتكلم ربما نروح لك بعيد الآن نتكلم على ما يسمى الصناعات الغذائية والصناعات النسجية اللي هما شيئين مهمين في تطور الدول لتلاحظ أنه تركيا أو بعض الدول الأخرى يعني استطعت أن تضع محل أو لها محل كبير جدا في هذا العالم القسادي من خلال الصناعات الغذائية لأنه إذا درت فلاحة أوتوماتيك مو أو لازم صناعات غذائية بمعنى هذه الصناعات الغذائية تكون عن طريق أساسات صغيرة أو أساسات ناشئة تكون موزعة هنا هناك هذه تمتصل البطرة الشيء الثاني اللي هي الصناعات النسجية لو نذهب إلى وزارة التجارة ونقول لهم أعطونا الرقم الذي تسودون منه اللباس يعني أرقام مهولة جدا ويجب أن نذهب لأنه شوف نتفهم مليح مولود الواقع يعني لازم أن نتكلم بواقعية وللي نتكلم من بقى تنظيري صناعات تحويلية يعني الحكومة لم تغفل يعني طرح حتى دعم سهوة تغفل لا أكيد ولكن ما هي الأليات 90% ما هي الأليات أقول لأنه يجب أن ننطلق الآن لأنه الآن نحن في خضم هذا الأزمة الاقتصادية وهذا التجاذب الاقتصادي العالمي يجب أن ننطلق انطلاقة حقيقية منضيع عشو الوقت أكيد منضيع عشو الوقت نروح أستاذ سعاد الإخداري عندك تعقل إضافة لما قاله الزاملية من أهم العوامل التي ستساعد على إيجاد هذه الأغلفة المالية هو تنظيم التجاه أنا نرى المجال التجاري لازم يطهر تغيير الفكر الذهنيات يعني نشجع المنتوج الوطني يعني لأننا صناعات تقليدية غير مستهلكة قادرين نوسعوا استيلاغها وهي معصرنة وتقليدية نحافظ على الطابع التقليدي ونخدمه السياحة يعني نخدمه قطاعين في وقت واحد تجاري وسياحي تغيير ذهنيات من ناحية الاستهلاك وتغيير ذهنيات من ناحية كذلك الإرادة في العمل تذكرتي من قبل نقطة أنه اليوم الجزائري فيه بعض القطاعات ينفر منها بشكل آلي يعني فيه شباب اليوم يقول لك نفضل نروح ما نشتغلش ولا نشتغل في قطاع الفلاحة مثلا لأنه هذا المخطط يجب أن يتشارك فيه الجميع وإن جزوا على أرض الواقع يجب أن يتشارك فيه جميع المواطنين يعني هذا كذلك يجب أن نكون على قناعة أنه أي تنمية في البلد يجب أن نشارك فيها جميعا وهذا ما ترك يعني في 2007 كنت عضو مجلس شعبي ولائي في ورقلا وكنت رئيس لجنة وكانت لدينا فرص عديدة بالالتقاء مع مدراء ولائيين في الشركات البترولية ولاحظنا مشكلة التشغيل في ولاية ورقلا كان حاضر في كل المناسبات اقترحت أن تكون حتى سوناتراك فلاحية يعني نخصه من مداخل أو من أرباح سوناتراك 2% ونخصه شركات فلاحية تابعة للسوناتراك توضف فيها شباب يعني هم يحبوا يكونوا لابسين الزي نقولوا بالفرنسية لقوم بنيزان دلوا قوم بنيزان فيها السوناتراك ويعطيها الراتب تأوي يخدم الفلاحة وتكون الأرباح انتاحها لشركة سوناتراك ونقصه يعني عدد كبير من البطالين في هذا المجال هو في ظنورة وفي شركة بيترولية لكن هو يخدم الفلاحة يعني عندنا اقتراحات عديدة لما تكون الإرادة متوفرة والمواطني شارك ويساهم يعني يساهم لكي يبني هذا البلاد لأن كل هذا الجزائرين عندهم يسالوا في الجزائر يعني ما نقدره نقلعه شاب متخرج تقوله لازم تروح تخدم الفلاحة لازم تكون قناعة ذاتية لكن وسائل الإعلام ثانية لازم تلعب دورتها في هذا المجال تتشجع وتحسس وهذا المطلوب فيما يخص نقطة إصلاح الجهاز الإداري ككل يوم تقريبا مهمة صعبة كذلك بالنسبة للحكومة من ناحية شكاوي المواطنيين اللي مازالوا يشكو بصراحة من بعض المعاملات الإدارية وثقالها وبيروقعاتية الموجودة اليوم في بعض مؤسسات الدولة وكذلك اليوم الإدارة طرف فعال في المساهمة في تجسيد هذه الطموحات الموجودة في مخطط عمل الحكوم مشكور على ذكر هذه النقطة هي مهمة جدا وبحكم تواجدي كرئيس اللجنة في الشؤون القانونية صدقني تفاجأت بعدد أو نسبة الشكاوى التي تصول يومي من الواطنين على التظلم في الإدارات يعني لو كنت أدري لجبت لك نماذج من هذا الشكاوي يعني تحس بأننا مع احترامي القطاع العدالة العدالة غائبة تماما إذن الشرط الوحيد والأساسي اللي قال زاميلي لازم مد جسور ثقة ما بين المواطن والحكومة أو الحاكم والمحكوم هي العدالة المواطن لما يحس بل يارك عطيسو حقه حتى إذا ما كانش هذاك هو حقه مية بالمئة يقتنع إذن الإدارة هذه كان عوامل في هذا مخطط الحكومة تقول لك بل المناصب لازمها كفاءة شرط من شروط التولي هذه المناصب المهمة هي الكفاءة إلى فعلا حققنا هذا المقياس رح نبتعد عن هذه التجاوزات اللي راهي موجودة وهي اللي راهي ترهق المواطن لأن المواطن لما يكون حقه عشر ألف دينار يديها ما يطلبش الجزائري عنده همه عالية لكن كي يشوف بل هو حقه عن أمثلة كثيرة عن مهندسين بيترول في حسيم سعود شاب مهندس يسلك 12 مليون يعني 12 ألف دينار جزائري ويشوف شاب يعني باحترامي للرياضة يدي 300 مليون هنا يقارن يقولك أنا مبات في الريسك وليسقط و40 متر يتأوق وفي بعض الأحيان يموت حتى الجثة يتأوي ويجدوهاش في الحقول البترولية في ليساند يعني هنا مفروض للأجور تعود تتراجع على حسب ما خاطر هذا ما بقى ناشي وقت حتى يعني الوزير الأول أشار إلى نقطة تدارك الفوارق في التنمية المحلية اللي دايما كذلك إشكال يطرح في الجزائر نروح لك هواريتي غرصي في أقل من دقيقة هذا التدارك في الفوارق في التنمية المحلية كيف ممكن يعني نتغلب على هذه النقطة نقولك حاجة كيف يمكن نتغلب عليه بسفعة مع رقمنا رقمنا أن واحد المواطن البسيط اللي موجز في الجبل رقمنا واقتصاد رقمي وخاصة تطبيق العدلة واحترام العدلة هذا يدي دقطة لأنه كل المشاكل الموجودة يوميا مرتبطة بالرقمنا لأنه من قدرش نوصل المعلومة ليك من قدرش نتظلم التاعي من قدرش نتحصل أموال كبيرة فيما يخص عمليات الجباية من خاصة رقمنا الرقمنا في الإدارة موجودة والتبليغ هالي المشاكل هذه غير موجود في كل قطعات المرحلة الجاية يجب أن ننطريق إلى مرحلة مهمة جدا الجزائب رقمنا خاصة في سنة العشرين يمكن أن نستثمر ما نستثمر ولكن راح نحقق أموال كبيرة جدا جدا فيما يخص العملية رقمنا نقدر نعرف من هو المستفاد من النفاقات الجباية من اللي ما يستحقهاش رقمنا نقدر نعرف ملفات هذا الوزير والميزانية على البلدية التاعي والميزانية على الوزارتين هذه الأمور التي تخصنا في الجزائر كيف مثل ما قال أحد المستثمرين يقال لك أنه حتى اليوم الترويج الفرص الاستثمارية في الجزائر حتى بوابة للترويج لما توفر عليه الجزائر غائبة كيف ممكن نستغل له هذا الجانب كذلك في تحقيق هذا الطموحات حتى الخريطة الاستثمارية في الجزائر رمو ما هي الاستثمارات اللي يمكن ما هي الطموحات ما هي البدائل لما نحكو قطاع فلاحي قطاع فلاحي جميل جدا ولكن ما هي الأراضي أو نتو كيف يمكن أنه نوفر مناخ معين هذا كله مرتبط طبعا بالرقمنا يمكن أنه يفسح الميكرو يشوف يمكن عمل تاعه يشوف المشاكل تاعه يشوف فقط واقتصاد رقمي أو اقتصاد معرفة يجب تدعب خاصة الجميع دورها في المراحل الجاية وخمسين بالمئة من اقتصاد تعلم مرتبط بالمعرفة شكرا استغلال استغلال الرقمنا مصطفى بورزام في هذه النقطة في كل مناحي الحياة تليم حتى المواطن يقول لك أنا نخسر نصف يوم يعني يتخلى على المصف بالعمل تاعه ويروح من أجل الاستخراج شهادة ميلاد شوف أنا مع الأستاذ في القضية يعني الرقمنا كل شيء لماذا لأن أستاذ ذكرت أنه عندنا إطارات فقط عندنا إطارات ولكن أنا نقول لها يا أستاذ هل الرجال الذين يعملون في الأرض الواقع هم مؤهلون أنهم يمدوا للمواطن الحقيقة لأنه أستاذ الرقمنا والإطارات هذول التي تتوفر للمشورط وش هي الشفافية عندما توزع سكن في بلد يما يجب أن توزع هذه الكريتار الآن علينا أن نكون صراحة مع أنفسنا وأن ننشر ثقافة الشفافية وكذلك الرقمنا الحقيقية وليست الرقمنا التي هي نصف مبتورة مشكلو واضحين 30 ثانية 30 ثانية بالنسبة للسياسة الخارجية أهمنا نقطة مهمة جدا لأن السياسة الخارجية المفروض لا تكون إلا في الدبلوماسية حتى في ساهم في الاقتصاد الوطني نحن عندنا 90 مليون مواطن في المغرب العربي وعندنا 300 مليون إفريقي في إفريقيا الغربية هذه الإطارات متع هذه الدول جلهم تكونوا في الجامعات الجزائية المفروض نستعملوهم وتكلموا اللغة العربية هناك الطريقة الجانية وحتى أبعد من ذلك نستفادوا من أبناء الجالية اللي يوم فكرة في الصفرات نقطة أخرى مهمة تعزيز الأمد الوطني كي نواب وزراء رفع ولا تقليص ميزانية وزارة الدفاع شكرا لك شكرا لك اسمح لي دقيقة ببقاش شكرا لك هنا أقدم يعني نعزو عائلة الفقيد عدة إبراهيم هذا الجندي أنا أتمنى من قناة النهار تروح تزور العائلتها نروح نزورنا لا تعود وتزورها بعد هذاك الحدث وتشفو استفادت العائلة استفادت من شقة سكنية شكرا لك الأستاذ سعاد لأخبار يأثت لجنة الشؤون هذا الموضوع المهم الوطني ما زال إن شاء الله شكرا لك وكذلك أستاذ هواري تغاصي نائم مجلس شعبي الوطني مصطفى بورزام الأستاذ الجمعي والباحث الأكاديمي شكرا لكم جميعا